نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا محمد البشير النذير والصراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن النس أما بعد إخوة وأخواته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقد مضى معنا الكلام في ذهاب نبي الله موسى عليه السلام إلى فرعون وما كان بينهما من الحوار قال الله عز وجل وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ أي فرعون آياتنا كلها الآيات التسع التي جاء بها نبي الله موسى عليه السلام كما قال جل من قائل وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَةٍ وقيل بل المقصود الآيات التي كانت للأنبياء والمرسلين جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد حكى له موسى عليه السلام خبرها والقول الأول أظهر وَلَقَدْ أَرْيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا وقد بيّن ربنا جل جلاله أن تلك الآيات ما كانت سواء بل بعضها أكبر من بعض كما قال سبحانه وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَا أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وكما قال جل من قائل فأراه الآية الكبرى وقال سبحانه لنريك من آياتنا الكبرى قال سبحانه فكذب وأبى تكذيب فرعون كان عجيبا الله جل جلاله قال حاكيا عنه وعن قومه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتصحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقال جل من قائل وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وحكى ربنا جل جلاله أن فرعون قد سخر من موسى وقال لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين كان تكذيبه تكذيبا عجيبا قال الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر لذلك كان تكذيبه وإباؤه من الكفر بمكان وهو داخل دخولا أوليا في من قال الله فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فكذب وأبى وبين ربنا جل جلاله أن تكذيبه كان مع يقين بأن هذه الآيات من عند الله وأن موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال جل من قائل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولذلك قال له موسى عليه السلام لقد علمت يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى اتهم نبي الله موسى عليه السلام بتهمتين عظيمتين الأولى أنه ساحر والثانية بأنه يريد بذلك غرضا دنيويا هذا المعنى قد تكرر في الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون وفي الشعراء قال فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون وفي سورة يونس قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين هكذا وجه فرعون هاتين التهمتين لنبي الله موسى عليه السلام ومرة قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا مرة يقول ساحر ومرة يقول مسحورا قال الله عز وجل فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله ها هنا فرعون يقسم يقسم إما أنه يقسم بآلهته لأنه كان له آلهة قبل أن يدعي الألوهية ودليل ذلك أن قومه قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وفي قراءة شاذة ويذرك وإلهتك أي يذر عبادتك ففرعون أقسم قال فلنأتينك لا مواقعة في جواب قسم مقدر ونون التوكيد الثقيلة تؤكد قسم فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه وقرأ أبو جعفر وحده لا نخلفه لا نخلفه بالجزم على أنها واقعة في جواب الطلب فاجعل لنا لا نخلفه نحن ولا أنت هنا يعظم نفسه نحن ولا أنت ما قال نحن ولا أنتم فهو يعظم نفسه ويحقر شأن موسى عليه السلام لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مكانا سوى قرأها نافع وابن كثير وأبو عمر والكسائي وأبو جعفر وشعبة مكانا سوى سوى وسوى لغتان والمعنى مكانا ظاهرا بارزا مكانا سوى أي وسطا لا هو إلى الجنوب ولا إلى الشمال مكانا سوى قال أي موسى عليه السلام موعدكم يوم الزينة يوم العيد يوم عيدكم إذ الناس متفرغون من أعمالهم مقبلون على لهوهم وأن يحشر أن يجمع الحشر الجمع وأن يحشر الناس ضحاء والضحاء هو الوقت ما بين طلوع الشمس إلى زوالها وهو أشرق ما تكون الدنيا وأوضح ما تكون الأمور قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحاء فتولى فرعون فتولى قال بعض المفسرين أي تولى من أجل أن يجمع كيده ويهيئ أمره لتلك اللحظة الفارقة والمباراة الفاصلة التي توعد بها موسى عليه السلام ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله في سورة النازعات فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فحشر أي جمع الناس ونادى فيهم وقال بعض المفسرين فتولى أي أعرض عن الإيمان ويشهد لهذا قول ربنا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال الله عز وجل فتولى فرعون فجمع كيده أي جمع سحرته مع أدواتهم مع حبالهم وعصيهم وشحذ هممهم وتقوية عزائمهم ووعدهم ومناهم إنكم لما قالوا له إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين وفي الشعراء وإنكم إذا لمن المقربين هذا كله من كيد فرعون فجمع كيده ويشهد لهذا أن الله عز وجل قال إنما صنعوا كيد ساحر وقوله جل جلاله فأجمعوا فأجمعوا كيدكم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا فهنا موسى عليه السلام باشر مهمته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال لهم أي لهؤلاء السحرة وي لكم الويل لكم يا من جئتم للشرك معضدين وللباطل مناصرين وعلى الناس ملبسين تريدون أن تخلطوا عليهم الأمر وأن تروجوا المنكر وي لكم الويل والعذاب لكم لا تفتروا على الله كذبا ولا شك أن الساحر من أعظم الناس افتراء على الله ومن باب أولى الكافر هذا فرعون اللئيم الذي قال أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى ما علمت لكم من إله غيري والذي جحد نبوة موسى وهارون عليهما السلام هذا الخبيث من أعظم الناس افتراء على الله وهؤلاء قد جاءوا له مناصرين لذلك قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم وقد قرأها نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وروح كل هؤلاء قرأوا فيسحتكم 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 المعنى فيهلككم ويستأصلكم فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتره كأن هذه الكلمات قد عملت عملها في نفوس هؤلاء السحرة فبدأوا يتناجون ويتفاوضون هل يستمرون فيما جاءوا من أجله أو أنهم يتراجعون حذرا من هذا الوعيد الذي نطق به الكلم عليه السلام وقد لمسوا منه الصدق فتنازعوا أمرهم بينهم والنزاع هو أول الفشل فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة من الإسرار والنجوة هو الكلام الذي يخفى على غير المتناجين به ثم بعد ذلك غلبت نزغة الشر قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلى قوله جل جلال إن هذان هذه قراءة حفص وقرأ أبو عمر إن هذين لساحران وقرأها ابن كثير المكي إن هذان لساحران بالإشباع إن هذان لساحران وقرأها الباقون إن هذان لساحران أما على قراءة أبي عمر فلا إشكال إن هذين لساحران هذين اسم إن وساحران خبرها وأما على قراءة حفص إن هذان لساحران فإن هي المخففة من الثقيلة والألام هي الفارقة بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية التي بمعنى ما إن هذان لساحران وأما على قراءة ابن كثير إن إن هذان فكأنه شدد نون عوضا من ألف المفرد التي حذفت وأما على قراءة الجمهور إن هذان لساحران فهذه هذا على لغة بن الحارث بن كعب وهم الذين يلزمون المثنى الألف مطلقا المثنى سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإنهم يلزمون يلزمونه الألف من قول القائل إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجل غايتاها والأصوى يقال غايتها فرعون وسحرته قد اتفقوا على قول واحد إن هذان أي موسى وهارون عليهما السلام لساحران كرراء التهمة يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يستعملان السحر والخداع والتمويه من أجل أن يخرجاكم يا أهل مصر ويا أيها السحر من أرضكم هنا يستثير فيهم النزعة الوطنية القومية ويذهب بطريقتكم المسلاء أي بما أنتم عليه من عبادة الفرعون أو بطريقتكم المسلاء أي بأكابيركم وشيوخكم فأجمعوا كيدكم قرأها أبو عمر فاجمعوا من الجمع اجمعوا كيدكم أي هيئوا سحركم وكونوا على قلب رجل واحد وقرأ الجمهور فأجمعوا كيدكم من الإجماع الذي هو العزم والتصميم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلاح اليوم من استعلا أعلقوا الفلاح على ما لا فلاح معه فما يمكن أن يكون السحر بابا للفلاح قط لكن هكذا زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وقد أفلح اليوم من استعلا ها هنا سيدخلون في الجانب العملي قالوا أي هؤلاء السحرة يا موسى هكذا خاطبوه باسمه مجرد إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى خيروا نبي الله موسى على سبيل إظهار الثقة وإخافة الخصم وإلقاء الروع في قلبه يا موسى تبدأ أنت أو نبدأ نحن وهذا المعنى في سورة الأعراف قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين هكذا إما أن تلقي أي ما عندك من السحر وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا هنا نبي الله عليه السلام يرد عليهم بثقة أعظم لأن الله طمأنه قال له بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون الله جل جل طمأنه قبل أن يذهب إلى فرعون فاذهبا إنا معكم مستمعون ومن كان الله معه فماذا يخاف لذلك قال بل ألقوا وهنا طرح المفسرون سؤالا قول موسى عليه السلام ألقوا لهؤلاء السحرة ويأمرهم بأن يلقوا سحرهم أليس في هذا أمرا بالمنكر والجواب لا ليس في ذلك أمر بالمنكر بل قصد موسى عليه السلام قصد حسن يستوجبه المقام أنه يريد أن يظهر للناس كل الناس بأن هؤلاء السحرة هباء وأن صنيعهم هراء وأن كيدهم لا قيمة لهم ولذلك يريد لهم أن يلقوا أولا من أجل أن يأتي بمعجزته على سحرهم فيجعله في تباب لذلك قال لهم بل ألقوا قال جل من قائل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه وفي قراءة ابن ذكوان تخيل إليه تخيل إليه يخيل وتخيل بمعنى يظن ويرى يظن ويرى وأصل الخيل حركة مع تلون أصل الخيل والخيال حركة مع تلون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقراءة ابن ذكوان تخيل لأنه مؤنث مجازي فيصح تذكير الفعل وتأنيثه العصي والحبال ليس تأنيثها حقيقية فليست مما يلد أو يبيض ولذلك يصح أن يذكر الفعل ويصح كذلك أن يؤنث يخيل إليه من سحرهم أي بفعل سحرهم أنها تسعى أنها تسعى وها هنا سؤال الله جل جلال بيّن أن صنيعهم ذلك كان تخييلا لا حقيقة له وهناك في سورة الأعراف قال استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فإذا كان خيالا فكيف يصفه ربنا بأنه عظيم والجواب إخوتي وأخوات ما ذكره المفسرون بأن العظم باعتبار العدد المفسرون رحمهم الله المقل منهم يقول كان هؤلاء السحرة 72 والمكسر يقول كانوا 300 ألف وما بين هؤلاء قال بعض كانوا 14 ألفا أو كانوا 12 ألفا أو كانوا 80 ألفا جئ بهم من الفيوم وجئ بهم من نواحي مصر بن كثير رحمه الله يقول بل جاء بهم من بلاد السودان من أرض يقال لها ضنغلة والله أعلم أي ذلك كان فكل ذلك من الإسرائيليات التي تروى مستأنسا بها لا للتعويل عليها فلو أن كل واحد من هؤلاء ما معه إلا حبل واحد وعصا واحد فألقاها وصنع هذا التخيل في أعين الناس فلا شك أنه سحر عظيم هو عظيم باعتبار العدد ولذلك قال الله عز وجل وجاءوا بسحر عظيم وبعض المفسرين قالوا كانت حيلة ظاهرة بأن تلك العصية قد حشيت بالزئبق وتلك الحبال قد دهنت وفتلت بالزئبق فلما جاءت عليها حرارة الشمس في وقت الضحى بدأت تتحرك وخيل للناس أنها حيات أنها حيات لذلك ربنا جل جلاله قال فإذا هي حية تسعى هنا قال ثعبان مبين فهي عصى موسى عليه السلام حية ثعبان باعتبار ضخامتها وحية باعتبار صدق اللفظ على الذكور والإناث والكبار والصغار قال الله عز وجل قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى قال سبحانه فأوجس في نفسه خيفة موسى أوجس بمعنى أحس وأضمر والوجس الصوت الخفي الصوت الخفي فأوجس في نفسه خيفة الخيفة هو الغم الذي يحيط بالقلب من توقع مكروه بأمارة مظنونة أو معلومة فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى عليه السلام شعر بشيء من الخوف بالطبيعة البشرية حين رأى كثرة تلك المتحركات أمامه وتحفز القوم للظهور عليه فأوجس في نفسه خيفة موسى ولكن عناية الله تصحبه قلنا القائل هو الله جل جلاله لا تخف إنك أنت الأعلى الله أكبر من أعلى منه هو داعية التوحيد هو داعية التوحيد الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر من أعلى منه إنك أنت الأعلى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وليتركم أعمالكم لا تخف يا موسى والتعليل لأنك إنك هاونا أي لأنك أنت الأعلى أنت أعلى من هؤلاء جميعا أعلى من فرعون وكيده أعلى من سحرته أعلى من كهنته أعلى من جمهوره أعلى من رعية الفاسقين الذين أطاعوه في باطله لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا قال أبو حيان رحمه الله هذا الذي يسمى بالإبهام الله جل جل قال وألق ما في يمينك ما في يمينه إعصاه تلقف ما صنعوا الذي صنعوا هو السحر فالله جل جل أبهم قال وفي ذلك نكتة وهو التعظيم والتحقير وألقي ما في يمينك تعظيما لها من أجل أن يتذكر تلك الكلمة وما تلك بيمينك يا موسى فيطمئن أن الله معه يتذكر أن الله ناجاه كلمه اصطفاه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وألقي ما في يمينك أي هذه العصى العظيمة التي كان لها من الشأن ما أنت به عالم حين كنت في الواد المقدس طوى فألقيتها فإذا هي حية تسعى وأنني قلت لك خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى ولذلك ربنا ما قال له ألقي عصاك بل قال وألقي ما في يمينك والمقصود العصى ولذلك هناك في سورة النمل وألقي عصاك وفي سورة القصص أن ألقي عصاك قال الله عز وجل وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف هذه قراءة عاصم وقرأ ابن ذكوان وروح تلقف على الاستئناف وقرأ الباقون تلقف على أنها جواب الطلب وألقي تلقف أما تلقف فأصدها تتلقف أي تبتلع وتلتهم وأما على قراءة عاصم تلقف فهي مضارع لقي فيلقف أيضا من معنى يبتلع ويلتهم الله جل جلال يأمر نبيه موسى عليه السلام بأن يلقي عصاه التي كانت في يمينه هذه العصاء بأمر الله عز وجل تحولت إلى ثعبان عظيم ضخم ألقى الله به الرعب في قلوب أولئك السحرة فبدأت أو بدأ هذا الثعبان يلقف يبتلع ويلتهم تلك الحبال والعصي الكثيرة التي ملأوا بها ميدان المباراة يبتلعها واحدة إثر أخرى في سرعة عجيبة لذلك بعض مفسرين يقولون بأن فرعون قد أخذه الطلق أي الإسهال أجلكم الله والناس تدافعوا خائفين وجلين هم يرون هذا الشيء العجيب قال الله عز وجل تلقف ما صنعوا هناك في سورة العراف تلقف ما يأفكون فألقي السحرة سجدا قال الأصبهاني رحمه الله ألقوا حبالهم وعصيهم يرجون نصرة فرعون وهنا ألقوا رؤوسهم ساجدين لله وشتان شتان بين الإلقائين كانوا سحرة أشرار قبل لحظات والآن تحولوا إلى مؤمنين أبرار قانتين ساجدين لله الواحد القهار والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إخوتي وأخواتي استأذنكم في فاصل يسير أرجع بعده لمواصلة هذا التفسير فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول الله عز وجل مخاطبا كليمه موسى عليه السلام وألقي ما في يمينك أي العصى التي تحملها بيمينك تلقف أي تبتلع وتلتهم ما صنعوا وتفه ربنا جل جلاله أمر السحرة وأمر سحرهم فقال جل من قال إنما صنعوا كيد ساحر وقد قرأها حمزة والكسائي إنما صنعوا كيد سحر هذا الذي صنعوه ليس إلا من أحايل من حيل السحرة ومخاريق المشعوذين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر الفلاح إخوتي أخواتي هو الفوز بالمطلوب الفوز بالمطلوب ومنه قول القائل فعقلي إن كنت لما تعقلي لقد أفلح من كان عقل ويطلق الفلاح أيضا على البقاء ومنه قول القائل لو كان أحد مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح فها هنا الله جل جلاله ينفي الفلاح عن الساحر حيث أتى أي في أي مكان كان وقد مضى معنا في درس الأمس أن هذه الآية من الأدلة لقول من قالوا بأن الساحر يكفر بإطلاق لأنه قد علم من استقراء القرآن أن ربنا الرحمن لا ينفي الفلاح مطلقا إلا عن الكافر كما قال في سورة الأنعام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وقال في سورة يونس فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وقال جل من قائل قل إن الذين أفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فالله جل جلاله بيّن أن الساحر خاسر في الدنيا والآخرة ومصداق هذه الآية أن هؤلاء السحرة الأشرار عليهم من الله ما يستحقون تجدهم أبأس الناس عيشا وأخبثهم نفسا وأكثرهم عثابا لأنهم سبب لعذاب الناس فلذلك تجدهم معذبين ما تجد أحدهم هانئا البال ولا رغيد العيش ولا طيب المآل بل هم مبغوضون من الله ومبغوضون من عباد الله قال جل من قائل ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا سجدا من صوب على الحالية حال كونهم ساجدين ألقوا برؤوسهم ساجدين لله رب العالمين فألقي السحرة سجدا قالوا ما اكتفوا بالفعل رضوان الله عليهم بل أتبعوا الفعل بالقول وأعلنوا ذلك آمنا برب هارون وموسى وفي سورة الأعراف آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فمرة يتقدم ذكر موسى ومرة يتقدم ذكر هارون ولا يستدل بذلك على الأفضلية بل هي لمطلق الجمع ومرة تقدم موسى مراعاة للفاصل وكذلك حين قدم هارون في هذه السورة المراعاة فواصل الآيات مرة رب موسى وهارون وهنا رب هارون وموسى وإلا لا خلافة بين المسلمين أن موسى عليه السلام أفضل لأنه كليم الله ولأنه أحد الخمسة أولي العزم ولأنه قد خصه الله عز وجل بتلك خصائص العظيمة يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ولأن موسى كان هو السبب في نبوة هارون على نبينا عليهما سلام الله قالوا آمنا برب هارون وموسى إخوتي وأخواتي نقف عند هذا الحد ونستنبط بعض الفوائد من هذه الآية أولى هذه الفوائد ما كان عليه السحرة من التحدي والثقة في الانتصار حين قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى وفي سورة الشعراء قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون كانوا واثقين من أنهم ظاهرين ظاهرين وخطابهم للكليم عليه السلام باسمه مجردا يدل على استخفافهم بأمره حين قالوا يا موسى وقول موسى عليه السلام للسحرة ألقوا أي أنتم أولا قبلي والحكمة هي هذا والله أعلم من أجل أن يري الناس صنيعهم فيتأملوه فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار فيكون ذلك أوقع في النفوس وقوله تعالى يخيل إليه من سحر أنها تسعى فيه دليل على أن ما يوهمه السحرة من تغيير خلق الصور تخيل لا حقيقة فالسحر لا يؤثر في قلب الأعيان يعني مثلا ما يجعل الحديد خشبا ولا الخشب حديدا ومن زعم أن السحرة يقدرون على تغيير الصور وتحويلها عما خلق الله إلى غيرها فهو على ضلال عظيم لأنه قد ساوى أفعال السحرة بأفعال رب العالمين ولكن مع ذلك نقول للسحر حقيقة فإنه يؤثر قد يمرض قد يفسد الفكر قد يلحق الجنون قد يفرق بين المرء وزوجه وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن السحرة كله تخيل وقد مضى معنا تفصيل ذلك في لقاء الأمس ومن فوائد الآيات أيضا ما كانت عليه تلك العصي والحبال من الكثرة أن الله جل جلاله قال فإذا حبالهم وعصيهم ومن فوائد الآيات في قول ربنا فأوجس في نفسه خيفة موسى أن الخوف الجبلي طبيعة في بني آدم حتى الرسل عليه السلام وهذا الخوف الجبلي لا يؤثر في صحة الإيمان وكماله ومن فوائد الآيات كذلك لطف ربنا جل جلاله بنبيه عليه السلام بنبيه موسى حين سارع إلى طمأنته لا تخف الله جل جلاله يطمئنه وأن المؤمن هو الأعلى الأعلى بماذا؟ بالحق الذي معه ليس الأعلى بنسبه ولا الأعلى بصورته وجسده وإنما الأعلى بالحق الذي يحمله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ومن فوائد الآيات أن للباطل ساعة لكن الحق باق إلى قيام الساعة هؤلاء السحرة باطلهم وراجع على الناس ساعة من نهار لكن بعد ذلك ما الذي بقي الذي بقي هو الحق الثابت المستقر أما الباطل فهو ذاهب مضحل وما كان عليه السحرة وسحرهم من النكارة والحقارة ولذلك نكر الله أمرهم وقال جل من قائل تلقفوا ما صنعوا هكذا بالتنكير وكذلك في قول ربنا ولا يفلح الساحر حيث أتى يدل على كفر الساحر غياذا بالله تعالى قد مضى معنا أن من الأدلة على ذلك أيضا قول ربنا وما كفر سليمان أي أنه وحاشاه لو كان ساحرا لوقع في الكفر ومن فوائد الآيات في قول ربنا جل جلاله فألقيت سحرة سجدا قالوا آمنا برب هارونا موسى ما نقله بعض المفسرين عن الأصبهان رحمه الله أنه قال سبحان الله ما أعظم شأنهم ألقوا حباله وعصيهم للكفر والجحود ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود فما أعظم الفرق بين الإلقاء شتان شتان ومن فوائد الآيات ما كان عليه السحرة من عظيم الإيمان بالله تعالى واستصغارهم الصعابة بعد رؤيتهم تلك الآيات القاهرات ولذلك سيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله بأن فرعون لما تهددهم قال له قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وسيأتي معنا الجواب على سؤال كيف يقول السحرة وما أكرهتنا عليه من السحر بينما هم قد جاءوا طائعين وطلبوا القرب من فرعون اللئيم وطلبوا الأجر منه إن كانوا هم الغالبين كل هذا يأتي معنا إن شاء الله عشية الغدي أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين وما بقيت سوى دقائق معدودة إن شاء الله أجيب فيها على ما تأسر من أسئلة وردت من الإخوة والأخوات وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع والحمد لله رب العالمين ها هنا يقول السائل هل كلمة مطر اقترنت بالعذاب في القرآن الكريم كما يدعي البعض وإذا كان هذا صحيحا وإذا كان هذا صحيحا ماذا نسمي الماء النازل من السماء وفي الغالب بأن المطر اقترن بالعذاب لأن الله جل جلاله قالوا أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأولئك الحمقى من كفار قريش قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وقال الله عن قوم لوط وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وقال في سورة الحجر وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أما المطر النازل أما الماء النازل من السماء فإن الله قد سماه في القرآن غيثا وقال وهو الذي ينزل الغيثا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات ومرة سماه غيثا ومرة سماه ماء مزمل يقول هل يجوز أن يعقد عقد الزواج مرأة لا عند جمهور العلماء ما يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن العاهرة هي التي تزوج نفسها هند تقول هل يصح الحلف وحياة الله نعم صح لأن الحياة من صفات ربنا جل جلاله فمن أسمائه الحي وهذا الاسم دال على صفة وهي الحياة فالإنسان يقسم بحياة الله بقدرة الله بعزة الله بكلام الله القسم يكون بالله جل جلاله أو بصفة من صفاته كل هذا لا إشكال فيه إسلام يقول هل تدبر القرآن لا يكون إلا بعد معرفة التفسير أم يستطيع الإنسان التدبر بالنظر المباشير يا إسلام أحسن الله إليك أو إليك الإسلام هذا قد يتسمى به الرجل أو المرأة تدبر القرآن له أسباب من بين هذه الأسباب باستدامة التلاوة الإكثار من التلاوة وإن من أدام الطرق فتح له الباب ومن الأسباب كذلك التقيد بالآداب من الطهار استقبال القبلة والسواك وما إلى ذلك ومن الآداب كذلك التباكي اقرأوا القرآن وبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ومن الأسباب كذلك تخير الوقت المناسب وأنسبه في جوف الليل الآخر إذا سكتت الأصوات وسكنت الحركات ومن الأسباب كذلك معرفة أسباب النزول ومن الأسباب للطلاع على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها ترجمان القرآن عبد الرحيم يقول ما الفرق بين الخوف والخشية الخشية هي أشد الخوف الخشية هي أشد الخوف لأن مادة الخاء والشين والياء تدل على شدة ولذلك القماش الشديد الغليظ يقال له خيش والرجل الكبير الذي غلض جسمه وكثرت فيه التجاعيد يقال له شيخ هذا شيخ وذاك خيش والخشية هي أشد الخوف الخشية هي أشد الخوف يقول هل يكون الفقير والغني في درجة واحدة في الجنة إذا استوى في العمل هذا ظلم للفقير يا أخي ما في الظلم وإنما في الجنة لن يشعر أحد بالظلم بل جميع راض نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة الكل في الجنة راض وكما قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم وأن يعينني وإياكم وأن يسددني وإياكم والحمد لله في البدء والختام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان شكرا للمشاهد للمشاهدين 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 شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين